الكثير من الأوساط الإسرائيلية أو حتى الأمريكية أو الدولية متفقة تماماً أن نتنياهو منتهي على المستوى السياسي لن يكون هناك مستقبل سياسي بعد هذه الحرب التي نراها في المنطقة والولايات المتحدة نوعاً ما لديها مخاوف بحسب الواشنطن بوست بأن نتنياهو يريد افتعال حرب مع حزب الله اللبناني لإطالة مدة تواجده يمكن لتحقيق إنجاز لإسرائيل أيضاً بأنه سيقضي على حماس ويقضي على حزب الله وممكن يتجه لضرب المفاعلات النووية في إيران لا نعلم من أجل كتابة اسمه في التاريخ هل ترى أن هذا العامل عامل نتنياهو من الممكن فعلاً أن يكون سبباً كافياً لنا لنرى بأن هناك خطراً كبيراً باتجاه حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل هناك دائماً خطر كبير وهناك اعتبار دائماً بأن نتنياهو حسب استطلاع الرأي فإذا انجرت الانتخابات اليوم فإن حزبه سوف يخسر وهو سوف يخسر وهو ربما يحاول وإن استطاع القضاء على حزب الله فإن هذا يمكن أن يمدد قوته السياسية وأيضاً قد يوكنه أيضاً الانتصار على حماس من أيضاً تطويل حياته السياسية ولكن كل هذه مخاطر كبيرة فالضغط على إيران خطر كبير وعلى حزب الله خطر كبير وطبعاً إذا فشلت عملياتهم فأن هذا سوف يجعل نتنياهو يفشل سياسياً أكثر فأكثر فأعتقد بأن حتى الولايات المتحدة والإعلام هنا فأنهم يبالغون في مخاطرة نتنياهو في بعض الأحيان كان حذراً فكمرة قد هدد بمهاجمة إيران ولكنه لم يهاجمها عسكرياً مباشرةً فهو في الحقيقة لم يكن متهوراً للغاية في الماضي وهو يدرك بأنه في وضع سياسي صعب جداً وهذا قد يؤدي به إلى أخذ بعض الإجراءات التي قد لا يتخذها بخلاف ذلك أنا أتفق مع ذلك